اعرب الديوان الملكي عن شكر وتقدير جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لالبروفيسور محمد شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقاق واعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة وعملهم الجاد لتحقيق اهداف اللجنة ومساهمتهم التاريخية في دعم المشروع الاصلاحي لجلالته وتقدم الديوان الملكي بالشكر والتقدير للحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر على جهودها في انجاز التوصيات وبما حظيت به من دعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وليه العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء مقدرا ايضا الجهود للسلطة التشريعية بغرفتيها ودورها الهام في التحديث للمنظومة التشريعية للمملكة وللسلطة القضائية على جهودها في تطوير منظومة وآليات التقاضي واكد البيان ان هذا الانجاز الهام يعزز من تمسك مملكة البحرين بمواصلة الاصلاح والتحديث في مختلف المجالات وهو ما يتطلب همما عالية لتحقيق الامال المنشودة كما يقدر الديوان الملكية التأييد الشعبي لمسيرة الاصلاح والتغيير التي لن تنتهي بانتهاء تحقيق توصيات اللجنة المستقلة بل هي مستمرة من خلال المشروع الاصلاحي كما ورد في مثاق العمل الوطني وان عجلة التطوير سوف تظل بعون الله تدور بالتدريج كما هي سنة الحياة والله الموفق وحده اشتركوا في القناة